اخيرا الاعلان عن هاتف نورد من شركة وام بليس مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة رائد العربي في هذه الحلقة سوف نتحدث عن الهاتف الجديد من شركة وام بليس وهو هاتف نورد الذي اعلنت عنه شركة وام بليس اليوم بشكل رسمي عن هذا الهاتف حول تسريبات كثيرة عن هذا الهاتف تم اصدارها لكن اليوم تم الاعلان الرسمي عن هذا الهاتف الذي يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 6.44 بوصة بدقة 2400 في 1080 ومعدل تحديثات 90 هيرتز ويأتي الهاتف بمعالج 765 جيجا من نوع من سناب دراغون ورامات بحجم 6.8 و 12 بمعنى سوف يأتي بسلاس اصدارات ومساحة تخزين داخلية 64.128 و 256 جيجا بايت الهاتف يأتي بأربع كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.75F والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.25 وهي واسعة الزوايا والثالثة للالتقاط صور البورتري ودقتها 5 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.4 والرابعة للالتقاط صور الماكرو وهي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 يأتي الهاتف بكاميراتين من الجهة الأممية الرئيسية فيهم بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.45 والثانية واسعة الزوايا بدقة 8 ميجا بيكسل وأيضا يأتي بفتحة عدسة 2.45 ببطارية قوية جدا لدرجة 4.115 ميلي أمتير وتدعم تقنية الشحن السريع 30 واط التي تستطيع شحن الهاتف من 0 إلى 70% في أقل من نصف ساعة هذا الشحن السريع سوف يعطينا هاتف يشحن ربما في ربع ساعة 100% يأتي الهاتف بقارئ البصم ومد مجمع الشاشة ويدعم اتصالات الجيل الخامس هذا هو الهاتف أصدقاء أنصحكم باقتنائه في حال توفره في السوق الجزائرية وفي أي سوق من سوق الوطن العربي في بعض النسخ يعمل بنظام أندرويد 10 وسعره في السوق حاليا أو سعر الإصدار حاليا هو 335 دولار لنسخة التي تأتي برامة 6 جيجا بايت ومساحة تخزين 64 وهذه النسخة سوف تكون حصرية لدولة الهند بمعنى وستكون متوفرة بنصبة كبيرة في شهر سبتمبر القادم إن شاء الله بينما النسخة التي تأتي برامة 8 جيجا بايت ومساحة تخزين 128 جيجا بايت سعرها سوف يكون 375 دولار وهذه النسخة ستوفر في الهند وأوروبا النسخة التي تأتي برامة 12 جيجا بايت ومساحة تخزين 256 جيجا بايت سعرها سوف يكون أربعمائة دولار وأيضا ستوفر في كل من الهند وأوروبا بمعنى هذه الهواتف سوف تأتينا بقوة وإصدارات جيدة لأنها موجهة للدول المتطورة لذلك سوف يحالفنا الحظ نحن الدول العربية في اقتناء هذه النوع من الهواتف لذلك هذا من حفظنا في حلقات اليوم أتمنى لكم قد أطلت عليكم هذه هي مجمل الخصائص والمميزات التي يتميز بهذا الهاتف الذي تم إصدار عليه في تاريخ اليوم لذلك أنصحكم باشتراك في القناة حتى يصلكم جديد القناة دائما نراكم في موضع لاحق والسلام عليكم